أخوتي أخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أخوتي في قناتكم ابتسام المغربية إذا كنتوا أول مرة تدخلوا القناة ما تنسوش أنكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله شكون فيكم أخوتي اللي انسى قضية حنان حنان الشابة اللي توفت بسبب القراعي رحمة الله عليها أكيد أن كلكم باقي عقلي عليها ومنسيتوهاش وحتى أنا أخوتي أراني بحالكم القضية ديالها ما زال في بالي ودك الشي اللي وقع لها مسكينة ما زال مقلمني في خاطري وفي قلبي وكل شي المغاربة كيتسناو الحكم اللي غينطق به القاضي نهار 19 سعود إن شاء الله واللي كانت منناو إحنا المغاربة جميع هو إعدام المجريمين المهم أخوتي البارح خرجات واحد السيدة هي زوجة أحد المتورطين في هاد القضية أعطى التصريحات موتيرة جدا ومستفزة جدا جتك حلها عماتها السيدة باش كيعجبوني المغاربة نهار كيتافقوا على وحد الرأي كتكون عندهم كلمة وحدة فقط كلهم اجتماعوا على كلمة وحدة كلنا حنان هاد الزوجة البوحاطية اللي تكلمت في هذا الفيديو كانت كتدافع في كلامها على تمانية المتورطين في قضية حنان وبالخصوص الزوج ديالها اللي كتقول أنه ما عنده حتيد في هاد الشي اللي وقع المهم أخوتي أنا كلمها كله جاني فيه الدخول والخروج سيدة ممزقياش ما عرفناش مزيان واش راجلها فعلا كانت معاه شي علاقة قديمة منذ عشر سنوات مع حنان أو اللي كان حاضر في ديك الليلة بالضبط كان من بين دوك الثمانية اللي حاضرين لدك الشي اللي وقع الحنان ديك الليلة المهم اللي جيت نقول لها الله يعطينا وجهك أشبعتي سبان من عند المغاربة في هاد الفيديو ما كينش تعليق واحد اللي جاء مع هاد السيدة كل شي غالي يعطيك صحيحتك ما كين غالي سبانوا المعيور لأنها خرجت في واحد لوقيتها اللي ما زال أمور متوترة المغاربة ما زال ما نسوش دك الشي اللي وقع الحنان وكون غير سكوتي كون كان خيار ليك أما منين خجب هاد الصريحات البارح فاز تعميتيها واش هاد السيدة ما كتحشمش كيهمها غير راسها ورجلها أما حنان مسكينة اللي ماتت معدبة هادك ما بقاتش فيك واش ما بقاتش فيك ديك البنت اللي غصبوها في حيتها مسكينة ضيعوها في شبابها ضيعوا مهمتها فيها هادك ما بقاتش فيك بقى فيك راسك وبقى فيك راجلك كالدافعي على رباعة ديال المجرمين اللي شاركوا سواء من قريب أو من بعيد في دك الشي اللي وقع الحنان في ديك الليلة واسيري باركة عليك من طبوحيات واش انتي بغتي تستحمري المغاربة واش يسحبليك المغاربة من كل خين وزا تكملاتها كترد دلوما على اليوتيوبرز اللي هدروا على القضية دي حنان قاع اليوتيوبرز اللي كانوا تيدافع على الحنان مسكينة ناطليم قاتليم قاتليم انتو ما السبب في الشي اللي وقع الراجلي والدوكو التمنية واش منيتك واش انتي منيتك كات هدري كاتقولي باننا نحنا هم السبب واش مكاتحشميش واش راجل تكون ما كانش موشتبه فيه واش كان غادي تشد المخزن ما يمكنش يشد شي واحد لما كانش موشتبه فيه المخزن ما كيلعبش وما غاديش يتسنى المخزن اليوتيوبرز هو اللي غادي وريهم اشنو غادي يديرو واللي غادي وريهم الطريق اللي غا يسلكو باركة عليك من تبوحيت وبركة من الخروج ودخول في الهضراء وخلي القانون ياخد مجراء احنا نهار هدرنا هدرنا على حانان حي تبقات فينا ماشي هيك تنقولوا المخزن اشنو غادي يدير احنا لا دخل لنا بالبوليس وبالشرطة والتحقيقات ديال الشرطة احنا هدرنا غير على قضية حانان باش نعرفوها للرأي العام فقط اما المخزن را عارفة شنو كيدير ما غاديش يتسنى نحنا حتى ندويو الغريب في الامر اخوتي كتهدر على حانان بحالي لبقاحية وما حاملهاش كتقول عليها كانت تدير كانت تتفعل مشت هنا ودرت هنا وما تدخلت لها دلوقيته وما تتفعلت لها دلوقيته واش نتي باقى حاق دع للسيدة ويشبعنا موت راح شو ما هاد الشي وعيب وعار اذكروا امواتكم بالخير خلي السيدة مسكينة ترتاح في قبرها باركة دكش اللي داز عليها في حياتها والسيدة حاق دع لحانان وهي في القبر اما كون كانت باقى في الحياة علام الله شنو غادي تدير لها كل ريشاتها علاش كتقول عليها كلام خايب وهي مسكينة ميتا واش ما حشنتيش لنفرد قاع نقولوا كلامك صحيح واخا تكون هاد السيدة ما كتسواش احنا ما كيهمناش هاد الشي هذا ما شي مبرر انه يخليهم يعذبوها ويتكرفسو عليها بذيك الطريقة البشعة الى كانت فتاة تخرج الطريق هذا ما تعطيهمش الحق انهم يديروا فيها ذك الشي اللي داروا فيها ديك الليلة التعذيب والتنكيل والتصوير ثلاثة دلحويش اي واحد ولا اي انسان على وجه الكرة الارضية كيف مكان كيف مبغى يكون كيف مكان لونه كيف مكانت البشرة دياله كيف مكانت اللغة دياله ولا الديانة دياله ما عند حتى شي واحد الحق انه يحاسبه ولا ياخد منه حقه في الحياة الله هو الدي يحيي وهو الدي يميت ماشي البشار هو اللي كي حاسب واش اخوتي هل يعقل اي انسانة خارج الطريق وحنا ما عارفين ش الظروف ديالها يشدها واحد يعدبها ويصورها ويقسلها في الاخير واش هادشي يعقل واش هادشي تدخل الدماغ ما يمكنش هادشي ما يمكنش كون غير سكتي وما خرجيش بدك الفيديو البارح وانتي استكملتي على القضية كاملها باش من حق خارجك تهدري على حنان باش من حق باش من حق كتدافع على راجلك باش من حق كتدافع على دوك التمانية الاخرين وباش من حق ما عندكش الحق تهدري في قضية حنان انتي سكتي وتكمشي وخلي القانون ياخد مجراه الى حنان مشات عند الله بديك الطريقة مسكينة الله يرحمها راح حنانات كتار مازالي اليوم في الحياة وكيتعرضوا لدك شي اللي تعرضت لي حنان نفس الفيلم ونفس السيناريو كيتبدلوا غير الشخصيات حنانات كتار كتنهم نفس المصير دك الشعلاش لكتير من الناس داروا وقفة احتجاجية على هاد الشي اللي وقع الحنان الله يرحمها وكيطالبوا بتطبيق اقصى العقوبات على الفاعل خصوصا والمتورطين معه كذلك حنان تكون كيف ما بغت تكون احنا ما كيهمناش اللي كيهمنا هي الطريقة باش مشت صفات اللي كيهمنا هي انها مشت مسكينة ضحية ومشت بطريقة باشعة تقشعروا لها الابدان حتى واحد ما يبغيها الراس ولا العدوه بغيت نقول واحد الكلمة لهاد السيدة اللي دوات البارح وهي مغطية وجهها وساترى راسها وما كتبانش وبركك تدافع على راجلها وعلى الثمانية الاخرين انتي راكي مغطية وجهك وساتراه خسك تعرفي بأن حنان تعدبات وتصورات وكل شي شاف بالواضح عشن وقع ليها مسكينة وهي ملابسة حتى حاجة انتي اليوم ساترى وجهك وما شافك حد وما عرفك حد بينما هي البارح كل شي تفرج فيها وعرف التفاصيل ديال جسم ديالها كل شي شافها في ديك الحالة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كيفاش الانسان تصوبيه الانانية لهاد درجة الفيديو ديال حنان هو أكبر حقيقة وأكبر دليل كيدل على بشاعة المنظر وكيدل كذلك على أن الفاعل كانوا معاه ناس خورين في ديك الليلة كيهضروا معاه كيتجاوبوا معاه كيتفرجوا فيه وهو كيصفف حنان دقيقة مرة دقيقة وهي روحها مسكينة كتسل منها تانية مرة تانية نقطة بنقطة وهي مسكينة كتزاوق فيهم كتطلب فيهم عاونون يا أخوتي هضروا معاه أخوتي قلوا له بارك علي يا أخوتي وهم باش كيجاوبوها ما عطقوهاش ما رحموهاش ما حنوش فيها كيجاوبوها ببرودة دم يا أخوتي رحنا هضرنا معاه هو اللي ما بغاش وكتسناينا حنا اليوم أننا نرحموهم علهم ممالهم رحموا حانان البارح باش حنا نرحموهم اليوم كما تدينو تودان ماشي حشو معليهم وماشي عيب عليهم كون كانت هذي اختهم ولا كون كانت مهم واش غادي بقوا قاسين كيتفرجوا فيها ما غاديش يحركوا ما غاديش يعاونوها واش غلبهم هذك الشماتة هم بكترة وهو غير واحد واش غلبهم بطبيعة الحال ما غلبهمش هم عجبهم المنظر يتفرجوا فيه وبغيتي ننحنوا فيهم اليوم خاصك تعرفي هذيك خيتي بأنه اللي ما كيمدش المساعدة الإنسان محتاج لها ولا ما كيمدش المساعدة لشي شخص فيه خطر حتى هو يعتبر كي يساعد في ديك الجريمة تهورا ساهم فيها عن قريبين أو بعيد كتشوف واحد الإنسان كيتوفق قدامك وانت قادر تساعده ولكن ما ساعدتيش اذا حتى انتراك مساهم في ديك الشي اللي وقع عليه اذا راجلك اللي كان حاضر في ديك الليلة وكيتفرج في حنان اذا انتهورا ساهم في ديك الشي اللي وقع عليها وانتي ما غاديش توري المخزن خدمته إلا انتي بقى فيك راجلك راه هو بقي حي وانتي كتمشي وكتزوريه وكتشوفيه أما حانان مسكينه مشات عند الله ومها ضاعت فيها وما يمكن ليهاش أنها تشوفها مازال ومنين كتتفكرها كتتفكر غير الحويج الخيبين باش مشات مسكينه كتبكي عليها الدم كل ليلة اما انتي راجلك تشوفي قبالتك بيا خير وعلا خير ما خصوحت شي حاجة هاد الشي علاش تكمشي وخلي القانون ياخد مجراه الحقيقي وحنا المغاربة كنا يدا في يد كلنا كنقولو كلنا حنان حنا اليوم مع حنان وما غاديش نرحمو هادوك اللي دارو في هديك الحالة خوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي اخوتتي تنشكركم على حسن المتابعة نطلقوا ان شاء الله فيديو جديد وموضوع جديد عما قريب ان شاء الله خوتي اخوتتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة